ربيع الأحمد هل تذكرون هذا الاسم؟ إنه الشاب الذي بوتر عضوه قبل نحو أربعة أشهر على خلفية زواجه من فتاة من الطائفة الدرزية وعدم تقبل أهلها الموضوع أنذاك لأسباب دينية الرجل بتقب قوسين أو أدنى من استعادة أو إعادة وصل من قطع ليس مع أهل الفتاة إنما استعادة عضوه من خلال متبرع مريض بسرطان الرئة اتصل بالطبيب المعالج محمود عواد وعرض وهب عضوه الذكري لربيع بالنسبة لإذا التبرع من بره التبرع من بره أنت ملزم أنه طبعا إذا كان هذا الكلام صحيح أنا جاني تليفون بها الخصوص جيد يعني تليفونات ما تسأل بس شو الجدي وشو المش جدي بعد ما حدا بس نحن إذا بدنا نشتغل فيها طبعا في فحوصات لتعرف إذا هالأنسجة هاي التطبع على هالأنسجة بس أسهل بكتير من العمل اللي نحن بدنا نعمله نحن العمل بدنا نعمله عمل مش معمول قبل هلأ لا بلبنان ولا بالمنطقة العربية لأنه أنت بدك تفصل عضو مع مجرى بول يعني من الأساس ويكون شبيه للعضو الذكري اللي هو عند كل الناس الدكتور عواد يقول سواء صدق المتبرع أم لم يصدق فالعملية الجراحية التي سيجريها لربيع باتت في مراحلها الأخيرة وإن نسبة نجاحها كبيرة جدا بالنسبة لربيع طبعا منه فيه أزبط لا لأنه فيك تفصل مثلا اليوم ربيع اللي عم نعمله جلسة عنده جلسة وهيدي بنقدر نفصله عضو الطول البدنية الحجم البدنية ويكون شغال هو المهم أنه هالرجل هيدا لأنه مبتور العضو يجب أن يمارس يتجوز أول شيء ويمارس الجنس ويقدر يخلف يحب المرأة اللي عنده لحتى يجيب ولد والمرأة اللي معه أنه تنبسط وتأخذ حاجتها كامرأة يعني هذا المطلوب واللي هو عم نحكي عنه هذا مقدور عليه ما في مشكل معنا مشكل ربيع فرح جدا بهذا الخبر ويضع ثقته الكاملة بالطبيب ولا تهمه كثيرا التفاصيل الطبية ما حدا حكيني ما معي الخبر شفت اليوم الصباح على الانترنت وحكيت مع الحكيم وأساس أنه ما معي خبر بس حدا حكي مع الحكيم بس إن شاء الله خير بسط بالخبرية أكيد أي خبرية إيجابية وتوصله لنتيجة هو طبعا يكون عنده عيد ربيع ينهي الفخوص الطبية الأخيرة في انتظار العملية التي ستعيد إليه ربيع حياته الجنسية ترجمة نانسي قنقر